أعلنت المؤسسة العامة لرعاية السكنية توزيع الدفعة الثامنة من الضاحية الثالثة في القسائم الحكومية جنوب مدينة صباح الأحمد التي تشتمل على 127 قسيمة للمخصص لهم حتى ديسمبر 2012 وقالت السكنية إنها ستوزع بطاقة القرعة الخميس والأحد المقبلين في حين سيتم توزيع بطاقات الاحتياط يومي الاثنين وثلاثة على أن يتم جراء القرعة يوم الأربعة بعد المقبل المؤسسة دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم إلى الحضور لمبنى المؤسسة مستحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط